قام سعادة الدكتور ماجد بن علي نعيمي وزير التربية والتعليم بزيارة إلى صرح الميثاق الوطني طلع خلالها على آلية تنفيذ مسابقة صرحنا الوطني الموجه لطلبة المدارس الحكومية والخاصة نعم هي مسابقة صرحنا الوطني تهدف إلى تعريف المشاركين بتاريخ مملكة البحرين العريق وأبرز الإنجازات التي تحققت على مختلف الأصعدة والتي تحتويها قاعات الصرح المتعددة وقد أشاد سعادة الوزير بهذه المسابقة التي تأتي في إطار تعزيز المواطنة لدى الطلبة من خلال تنفيذ الأنشطة المساندة للمنهج الدراسي منوها بالتفاعل الذي يبديه الطلب المشاركون في هذه المسابقة التي تجمع بين الجانبين الثقافي والرياضي والأثر الطيب الذي تتركه عبر تزويدهم بمعلومات ثرية عن ماضي وحاضر ومستقبل مملكة البحرين نتيجة إطلاعهم على المقتنيات التاريخية والصور والأفلام التي تزخر بها قاعات الصرح موجها شكره للقائمين على هذه المسابقة على جهودهم في تقديم البرامج والأنشطة المخصصة للطلبة اشتركوا في القناة